اي فيفا كوين افضل ارخص موقع البالكوين سريب التسليم ويدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط جود الخصم موجودين تحت بالدسكريبشن السلام عليكم في الحال مكسرينجا مزلو معنا فيجي بقناة مسلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية الحلقة رقم 11 من هذه السلسلة فبتمنى بل ما نبدأ ادامك تبصر لك تشترك بالقناة ادامك تنشترك بننتظر بداية مبارح انه ما حسنت تنزل مقطع لكن اليوم رح يكون فيه حلقتين من سوق الانتقالات الصيفية لكن بشرط انه دعمكم يكون على الحلقة جدا ممتاز فبتمنى تحاول توصلونا 3000 خفص ميت لايك ان شاء الله اول مرة نوصل هذا الرقم بالعادة منوصله بسرعة كتير فازو وصلنا ان شاء الله رح نزلكون حلقة اللي بعدها فورا واليوم ان شاء الله رح حاول نزل حلقتين لكن حاولوا توصلونا هذا الرقم شان نزلكون حلقة التانية فبسم الله نبدأ بالخبر الاول عنه واللي هو انتقال لايب جورجينيو الى نادي تشيلسي طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزية ان نادي تشيلسي على مقربة متضمن لايب جورجينيو وان مالك نابولي صرح بانه اللاعب سينتقل الى نادي تشيلسي وليس مانشستر سيتي صراحة اللاعب بشكل عام يعتبر من لعبين جدا ممتازين مع نادي نابولي الموسم الماضي بشكل عام واللاعب لسه عمر 26 عام وطوله 180 سنتيمتر نادي تشيلسي صراحة عنده لعبين خط وسط كتير يعني ما بشوف انه محتاج تدعيم بخط وسط يعني فيه كانتي وفيه فابريغاس يعتبروا الاثنين من الجدا ممتازين غير درينك ووتر وغيرهم من لعبين الموجودين عن نادي تشيلسي لكن بشكل عام اللاعب جورجيني يعتبر من لعبين جدا ممتازين ويشوفوا انه بناسب طريقة لعب تشيلسي اكتر من مانشستر سيتي لانه تشيلسي غالبا يعني ما اعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة يعني مع عدم مانشستر سيتي شفنا اغلب لعب وباصات وتيكي تاكا وهيك ولعب طبعا لعب تسعة وثلاثين مباراة لموسم ماضي سجل اربع اهداف وصنع اربع اهداف حصائيات بشكل عام تعتبرها جيدة نوعا ما ما هي الممتازة ولا سيئة لكن جيدة وثلاثة نجوم مهارات وثلاثة نجوم قدم ضعيفة لامتالة تشيلسي تكون صبقة صراحة جدا ممتازة بالنسبة للنادي اللندني فمن انتهي الى الخبر اللي باده انه واللي هو انتقال لعب السيربي الى نادي لاتسيو طبعا تمشق الرسمي انتقال لعب من نادي ساسولو الايطالي الى نادي لاتسيو الايطالي مقابل مبلغ 10 ملايين يورو لعب البلغ من العمر 30 عام وطوله 192 سنتيمتر يعتبر من القامات العالية صراحة بالدفاع وعمره 30 عام فلعب 38 مباراة لموسم الماضي مع نادي ساسولو عمل فيها 65 تدخل و 51 منا تدخلات ناجحة يعني كعدد تدخلات يعتبر يمكن قليل نوعا ما بالنسبة لعدد المباراة للعبها لكن كنسبة نجاح تعتبر نسبة جدا ممتازة يعني حوالي تقدر تقول 87% أو شي فيعتبر شي جدا ممتاز صراحة واداء اللاعب بشكل عام جدا ممتاز وتعويض لرحيل ديفري لنادي انتر ميلان شفنا لعب ديفري اللاعب الهولندي طبعا لنادي انتر ميلان فهذا اكيد رح يعود رحيله صراحة اللاعب بشكل عام يعتبر من اللاعبين الجيدين جدا واكيد رح يكون اضافة جيدة بالنسبة لنادي لاتسيو اللاعب زين الدين فرحات لنادي مونبليا طبعا كشفت باطل الصحف الفرنسية عن قرب انتقال اللاعب طبعا النادي مونبليا اللاعب بشكل عام بيلعب بالدور الفرنسي الدرجة التانية والخبر طبعا اجاني من احد المتابعين عن انستجرام بعتليها فاذا عندك اي خبر للعبين العرب بشرط يعني ان يكون موجود بطاقة بلاعبة فيفا مشان اغلب الناس تكون بتعرفه فارسل لي عن انستجرام وانشالله بنزله بالحلقات الجاية فاللاعب طبعا كلها مروا 25 عام وطولوا 185 سنتيمتر كاحصائيات تعتبر احصائيات اسطورية صراحة بالنسبة للموسم الماضي فاللاعب لعب 39 مباراة سجل فيه 5 هداف وصنع 20 هداف ما يمكن هو عمي لعب يعني بالدرجة التانية بالدور الفرنسي يمكن تشوفوا ان هذا الشي ممنح لكن اللاعب بشكل عام صراحة لعب جدا ممتاز يعني بالنسبة لأحصائياته لو انت على الدور الفرنسي الدرجة الاولى احتمال انه يتقلق وينتقل على دوري يمكن لسه افضل من الدور الفرنسي او لنادي ممتاز يعني بالدور الفرنسي لعب صراحة من اللاعبين الممتازين جدا طبعا لعب جنسيته الجزائرية طبعا فاربع نجوم مهارات واربع نجوم قدم ضعيفة منتمنى صراحة انه ينتقل للدور الفرنسي الدرجة الاولى لانه غالبا لما بينتقل الواحد على دوري ممتاز فبتشوفوا العديد من الان دي واحتمال ينتقل لنادي كبير فمنتقل لخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لعب اشرف حكيمي لنادي بوروسيا دورتمود طبعا تم شكل رسمي انتقال لعب من نادي ريال مدريد الاسباني لنادي بوروسيا دورتم المدل الالماني لمدة موسمين على سبيل الاعارة طبعا يعني اعارة لمدة موسمين لعب البالغ من الامر تسعة عام طوله مية وتمانين سنتيمتر لعب الموسم الماضي مع نادي ريال مدريد يعني اه اربطاشر مباراة عمل فيها اتنين وخمسين تدخل تلاتة وتعاتين منه تدخلات نجح عدد تدخلات جدا ممتاز صراحة بالنسبة لاشرف حكيمي وتقريبا يمكن سجل هدفين اه ما لم يتأكد هدفين او ثلاث اهداف الموسم الماضي مع ريال مدريد قدم اداء ج جدا ممتاز صراحة باول موسم له وحصل على لقب دوري الابطال يعني اللعب عمره تستاشر سنة حاليا وعنده لقب دوري ابطال اوروبا صراحة تنشيه يعتبر جدا ممتاز وطبعا كان مع المنتخب المغربي المشارك بكأس العالم لكن للاسف ان المغرب طلع من دور المجموعات كنا بنتمنى صراحة انه يتأهله لانه كانوا الصراحة بيستاهلوا التأهل لو لا للحظ يمكن كانوا تأهلوا كتير فرص كانت عم تضيع يعني وكان الحظ له دور كبير بخروج المغرب الصراحة من كأس العالم لع او بشكل عام انه رح بشارك بنسبة اكبر من مشاركته مع ريال مدريد لانه اربطاشر مباراة بموسم يعتبر عدد قليل لانه في دوري وفي كأس وفي دوري ابطال فلازم يشارك صراحة كانوا بمباريات اكتر من هيك لكن صراحة بالمباريات اللي شارك فيها قدم اداء جدا ممتاز فمنتع الى الخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال حارس ادان الى نادي اتلاتيكو مدريد طبعا تم بشكل رسمي انتقال لعب من نادي ريال بيتيس اه الاسباني طبعا الى ن نادي اتلاتيكو مدريد الاسباني مقابل مبلغ واحد مليون يورو فقط بس يعني واحد مليون يورو يعني بس اه مو اكتر من هيك فاللاعب طبعا عمره واحد وتلاتين عام وطوله مية وتسعين سنتيمتر يعتبر ايضا طاقام عالي لكن اغلب الحراس طولهم بحدود المية وتسعين واكتر من هيك فاللاعب طبعا لها بتلاتين مباراة الموسم الماضي تلقت شباكو فيه تلاتة وخمسين هدف وعمل تسعة يعني يمكن ما تشوفها الاحصائيات الممتازة لكن النادي ريال بي دفاعه اكيد مو مثل دفاع اتلاتيكو مدريد ولا برشلونا ولا ريال مدريد فدفاعه يعتبر جدا عادي واكيد رح يكون بديل لأوبلاك لانه اوبلاك على الاغلب انه رح يضل باتلاتيكو مدريد وما اظن انه هاد الحارس رح يكون بديل له ولا شي لانه اوبلاك على الاغلب الظن انه رح يضل بنادي اتلاتيكو مدريد فاللعب طبعا نجمة مهارات ونجمتين قدم ضعيفة فمنتع الى الخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لعب ماجوير الى نادي ماشيستر سيتي طبعا بعد الاخبار اللي انتشرت عن امكانية انتقاله الى نادي مانشستر يونايتد حاليا في اخبار عن امكانية انتقاله نادي مانشستر سيتي خاصة ان العديد من اللاعبين بكأس العالم يعني مع المنتخب الانجليزي اللي طلع ضد المنتخب الكرواتي بنتيجة اتنين واحد صراحة يعني كمباراة كانت مباراة جدا ممتازة اه المنتخب الكرواتي ما اثر بالشوط التاني وبالاشواط الاضافية لعب افضل من المنتخب الانجليزي وبشوف انه استاهل التأهل. فطبعا اللاعب يعني يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين وسجل هدف يعني مع المنتخب الانجليزي بكأس العالم. والعديد من اللاعبين كانوا موجودين يعني مع المنتخب الانجليزي. وفي كمان لعبك من فالصراحة اللاعب لو انتقل او بيكون صفقة جدا ممتازة لكن اغلب الكلام يقول انه راح ينتقل لنادي لعب عمر خمسة وعشرين عام وطوله مية واربعة وتسعين سنتيمتر بيلعب بالقدم اليمنى. فلاعب لعب ثلاثة واربين مباراة لموسم الماضي عمل سبعة وثمانين تدخل. ثمانة وستين منه تدخلات ناجحة. فيعتبر شي جدا ممتاز صراحة. حصائياته ممتاز جدا مع نادي لستر سيتي. خاصة بعد انتقال يعني العديد من اللاعبين شفناهن لنادي مانشستر سيتي هذا الصيح. فبشوف انه مانشستر سيتي بشكل كبير ممكن انه يجيب اللاعب. فبندي الى الخبر اللي بعد عنه. وليه انتقال اللاعب الرياض محرز الى نادي مانشستر سيتي. طبعا تم شكل رسمي انتقال اللاعب من نادي لستر سيتي الانجليزي الى نادي مانشستر سيتي الانجليزي مقابل مبلغ سبعين مليون يورو. بعد حديث طويل جدا جدا صراحة عن هاي الصفقة واخيرا تمت هاي الصفقة. يعني كانت كثير ناس عم تستناها بفارغ الصبر. وكلنا صراحة كنا متمنين انه ينتقل محرز من نادي لستر سيتي. خاصة بعد ما اخذ يعني لقب الدوري الانجليزي مع لستر سيتي فكنا نتمنى انه ينتقل من هداك الوقت. فالاعب طبعا عمره سبع وشرين عام وطوله مية وستة وسبعين سنتيمتر بيلعب بالقدم اليسرى. فلاعب الموسم مواضي واحد واربعين مباراة. سجل فيه تلتعشر هدف وصنع تلتعشر هدف. حصائياته جدا ممتاز الصراحة مع لستر سيتي بالرغم من انه ما له هالنادي الكبير. اه طبعا مثل النادي ماشستر سيتي وهيك. لكن اكيد مع نادي ماشستر سيتي رح يكون شي جدا ممتاز. خاصة انه النادي لما بيدفع بلاعب مبلغ سبعين مليون يورو فاكيد رح يكون اه شارك كاساسي مع نادي ماشستر سيتي وبيستاهل صراحة انه يشارك كاساسي من افضل اللاعبين يعتبر صراحة بالدوري الانجليزي. هو محمد صلاح يعتبر فخر العرب صراحة بالدوري الانجليزي. لعبين الاتنين يعتبره جدا ممتازين واللاعب كله عمره 27 عام يعني بإمكانه انه يضل مع نادي الستي لعدة مواسم فمنتعي للخبر اللي بعد عنا واللي وانتقال لعب لايون الى نادي بيا ريال طبعا تم شكل رسمي انتقال لعب من نادي بورتو البرتغالي الى نادي بيا ريال اسباني مقابل مبلغ 4 ملايين يورو لعب عمره 30 عام طوله 180 سم من افضل اللعبين كان بلاعبة فيفا 16 صراحة كان فيه بطاقة له جدا اسطورية كانت كل طاقاته فيها فوق التسعين وحتى فيفا 17 يعني كانت بطاقة جدا جدا ممتازة مع نادي بورتو كانت وقتها فلاعب طبعا لعب 29 مباراة الموسم الماضي كان معارب طبعا بداية انه كان معارب من نادي بورتو لنادي اشبيليا عمل 64 تدخل 38 من التدخلات ناجحة وبكتير من فترات الموسم لعب كجناح لكن هو مركزه الاساسي الظهير يسار واللعب طبعا 3 نجوم مهاراته 5 نجوم قناة ضعيفة نتمنى ان يكون اضافة ممتازة بالنسبة لنادي بيا ريال للموسم الماضي صراحة قدم اداء جدا ممتاز نادي بيا ريال بالدور الاسباني فبنتي على الخبر اللي بعد عنه هو انتقال لعب فورادو الى نادي الاهل السعودي طبعا تم شكل رسمي انتقال لعب من نادي اسبانيول الى نادي الاهل السعودي بسقط انتقال حر سقط انتقال مجانية يعني فاللعب عمر 32 عام وطوله 176 سنتيمتر كان بيلعب طبعا بنادي اسبانيول فاللعب 31 مباراة الموسم الماضي ما سجل فيه ولا هدف بالمقابل صنعت تلت اهداف يعني احصائيات جيدة بتقدر تقول كمان نحسن نقول اكتر من هيك لانه ما سجل ولا هدف لكن صنعت تلت اهداف فشي يعتبر جيد نوعا ما ولعب طبعا اربع نجوم مهارات واربع نجوم قناة ضعيفة صراحة النادي الاهلوي يعني بشوف انه عم يجيب العديد من اللاعبين وعم يطور مستوى والعديد من الاندي السعودية عم تساوي هيك وانه وبشوف انه لو جابوا لعيبة يعني من من الدوريات الاوربية فهذا الشي يعتبر جدا ممتاز لانه اللاعب بيكون اكيد عندها خبرة اوروبية وهيك فبتنفع النادي في شكل كبير صراحة واللاعب يعتبر من اللاعبين الجيدين جدا بامكانه انه يضل مع النادي الاهلي لمدة موسمين او ثلاث مواسم ونتمنى انه يقدم اداء جدا ممتاز صراحة اللاعب بشكل عام يعني كان قبل هيك يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين وما زال يعني اداءه جيد جدا بتقدر تقول حاليا بنتمنى انه يقدم اداء ممتاز فمننتعي الى الخبر اللي بدأ وانه لو انتقال لعب فيليبي كوتينيو الى نادي باريس ان جرمان كشفت بعض الصحف الفرنسية ان نيمار طلبة من ناصر الخلافي اللي هو مالك نادي باريس ان جرمان او رئيس تقريبا باريس ان جرمان جلب نيمار الى باريس ان جرمان خاصة يعني شفنا باريس ان جرمان الموسم ماضي كان عنده عناصر ممتازة لكن ما عمله شي خاصة ايضا بعد تقلق كوتينيو بكأس العالم تقلقه فنيا صراحي يعني يمكن قدم اداء افضل من نيمار لان نيمار شفناك كل كأس العالم الضغط تمثيل ووقع على الارض وضيق تضيع وقت لكن كوتينيو صراحة قدم اداء جدا رهيب بدور المجموعات يمكن بعد هيك ما سجل لكن بالمقابل والله ي عمل شغل رهيب خاصة مباراة بلجيكا كان مقدم اداء جدا ممتاز صراحة لكن انه طلعوا على ايد المنتخب البلجيكي فلو انتقل طبعا اه تقريبا قيمة كسر العقد تلاتمائة مليون يورو لو نادي باريس ان جرمان حابب بيضم اللاعب وبرشلون اتعلم من خطأ بيا نيمار وكان الشرط الجزائي بعقده تقريبا حوالي متين واتنين وعشرين مليون يورو وحاليا اي لاعب عم يجي عبرشلون شفنا ارثر تقريبا حطوله شرط جزائي بقيمة اربعمائة مليون يورو يعني مبلغ جدا جدا ضخم في حالة رغبة احد الاندي بيضمه صراحة فاللاعب طبعا كل عمره ستة وعشرين عام وبتمنى صراحة انه يستمر مع برشلونة ما بظن يعني بشوف انه مستحيل انه ينتقل من نادي برشلونة لانه حاليا برشلونة ما عندهم بديل له ويعتبر حاليا من اللاعبين جدا ممتازين وتأقلم مع برشلونة بسرعة رهيبة لعب اتنين واربعين مباراة سجل اتنين وعشرين هدف وصنع اربع عشر هدف بالرغم يعني من قل له اول موسم قل له مع نادي برشلونة لعب نصف موسم ونصف موسم ايضا مع ليفربول فصراحة اداء رهيب جدا كان من كوتينيو فاربع نشو مهارات واربع نشو قناة مضيفة اللعب طبعا عمره ستة وعشرين عام بس في اعتبر شي جدا ممتاز ورح يستمر ان شاء الله مع برشلونة لعدة مواسم جاية فهذا كان بالنسبة لهذا الخبر فعني بشبابك تقص لهاية الفيديو بتمنى ان الفيديو عشبكم بتمنى دعمكم بزر لك تشترك بالقناة دا ما كنتمش رابط حسابات تويتر والانستغرام بتاحت بالتسكريبشن لو عندك اي اخبار عن اي لاعب عربي او شي فبعت لي اياها على تويتر او على الانستغرام وان شاء الله رح بنزلها بالحلقات الجاية فاني بس اداء اللي كان عندي اليوم شكرا لخير فيديوها الجاية في امان الله